دي أول حق نكمل مع نادي الزمالك ونادي الزمالك استجاب لطلبات البرتغالي خوان كالوس سوريو الراجل كان طلب أنه يبقى فيه في الفريق مدافع يجيد سنتر باك يعني اللي هو اتنين مساكين يجيد اللعب بقدمه اليسرى معندوش مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى مسؤولي نادي الزمالك قالوا لسوريو إن أحمد آيمن منصور من اللعيبة اللي موقعها ليه الفريق وهو بيرعب حالياً فيه طلاع الجيش وممكن يبقى موجود مع الفريق بص عليه شوفه لو عجبك ممكن يبقى موجود مع الفريق الموسم اللي جاي أحمد آيمن منصور طيب لسه مع أسوريو وفيه جلسة جامعة أسوريو مع لعبي نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت هو عمل حركة لطيفة جداً أسوريو اللي لعب تنادي الزمالك قال لهم أنا عايز أتعرف عليك أكتر أنا شوقت مباراة لكم وشفت أداءكم في الملعب بس عايز أعرف كل واحد فيكم بيلعب في مراكز إيه فدهم كل واحد وراءه اكتب لي لو سمحت اسمك وقل لي انت إيه المركزين اللي بتلعب فيهم يعني مثلاً شكبالة قالوا أنا أحب ألعب رقم عشرة وألعب جناح مثلاً محمد عبدالغاني كتاب له قالوا أنا ألعب نص ملعب مدافع ومساك مثلاً هو بيتعرف أكتر والراجل تحسه تحسه شوف أنا أقول لك هؤو تحسه تحسه بيذكر كويس بيعمل شغله بضمير تحسه عشان شوف أنا بقتل ألفاظي عشان بتقولش أنا حكمت لا دا أنا ما أقدرش حكم على أسوريو قادر أحكم على مرسل كله اللي عب تسعة وثلاثين ملطش مع النادي الأهلي أقول لك دا مدرب كبير وأنا مغمض الراجل دا سفيه بتاعه محترم جداً هيعمل إيه مع نادي الزمالك الله أعلم بس تحسه إنه بيشتغل بضمير والله أعلم والله أعلم اللي جاي نشوف هيعمل إيه طيب دا خبر اللي جاي أيضاً يخص نادي الزمالك يخص تحديداً سامسون إكنولا المواجم البنيني المحترم دا اللي احنا تقريباً شوفنا دا إيه مع نادي الزمالك لان الزمالك بيحاول يسوى سامسون داخلياً وخارجياً داخلياً على مستوى الأندية المصرية محدش عايز يا جماعة سامسون إكنولا مواجم بتاعنا وكوي لا مش عايزين دا هم منفقش مع الزمالك بس هم ينفع معاكم لا مش عايزين مدناش أمار مدناش أماره خالص فحتى الآن الزمالك فشل في تسويق سامسون إكنولا في الدول المصري خارجياً بقى الله أعلم اللي ممكن يحصل الأيام اللي جاية دا بالنسبة لسامسون إكنولا طيب ترجمة نانسي قنقر